النقطة التانية هقول لكم تشكيل منتخم مصر الاقرب لمواجهة غينيا بيساو بعد كده هعلق لكم على كام حاجة بس داوا تعالى اقول لك التشكيلة عشان تشيلها عندك لحد ده بكرة يلا بينا محمد الشناو في حراس المرمى العائد من الاقاف محمد حمدي مع محمد عبد المنع مرام ربيع ومحمد هاني حمدي فتح وموران عطية زيزو وتريزيجي ومصطفى محمد ومحمد صلاح مش شرط التوزيع دي يعني سهل جدا ترى بكرة اربعة اربعة اتنين زيزو يروح على اليمين تريزيجيها على الشمال مصطفى محمد ومحمد صلاح في الهجوم وارد جدا تشوفها بالشكل اللي قتلك عليه ده وممكن بالشكل اللي حرارك شايفه قدامك ده دي التشكيلة الاقرب طيب كم حاجة في التشكيلة كده محمد حمدي يرجع طبيعي منطقة يبقى زاير ايسر امام عشور اول حاجة امام عشور غالبا مش موجود في تشكيلة بكرة الاساسية امام عشور هيبقى موجود عالدك امام عشور مش مصاب تاني امام عشور مش مصاب ايه الحق ده كريم بيقول مش مصاب عشان يأكد فكرة ان امام عشور عنده مشكلة مع الكابتن حسام حسن او الكابتن حسام حسن عنده مشكلة مع امام عشور ده برضو مش موجود يعني حضرتك بكرة لما مش هتلاقي امام عشور في التشكيلة الاساسية المنتخم مصر لا فيه ازمة مع الكابتن حسام حسن ولا في إصابة لإمام عشور موضوع فني بحت بحت ليه عشان غالبا غالبا الطريقة اللي قلت لك عليها هلا هلعب بيها الكابتل حسام حسن وتعالى أقول لي فين بقى إمام عشور في التشكيلة مش إمام عشور وحش أنا بكلمك على رؤية فنية محمد هاني عبد المنعم رامي ربيعة ومحمد حمدي في خط الدفاع خلاص ده تمام نيه في نص الملعب الراجل لو هيلعب أربعة اتنين 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 تلاتة اتنات يعني هيبقى عايز واحد أو عايز اتنين الأول رقم ستة في نص الملعب بيدفعوا كويس أو عشان يدي حرير الأربعة اللي في الآخر دول فهيختار مين اللي بيدفعوا أكتر حمدي فتح المرارة عطية إمام عشور طبعا وجباته الهجومية رائعة وعظيمة وبيدفع كويس بس على مستوى الدفاع حمدي فتح المرارة عطية احنا متفقين كلنا دي نقطة نقطة تانية هيبقى محتاج جناح على الشمال فأكيد هيختار مين تريز جي الراجل متقلق جدا مش هيقعد تريز جي وهيلعب ايه إمام عشور رغم إن إمام تاني هفضل أقولك ده مش معنى إن إمام أقل من الموجودين أبا كلمك طريقة اللعب فهيلعب تريز جي على اليمين زيزو منطق ونيجي قدام هيبقى فيه صلاح ومصطفى محمد فتاني عشان أنا بس بحس إنه ايه الحق اعمل قصة وحكاية مفيش قصة ومفيش حكاية إمام عشور بكرة مش يدوره في الملعب بكرة ممكن ممكن تاني على فاكرة التشكيل ده الأقرب بس وردت تشوف إمام بس الأقرب إن إمام ما يبقاش في التشكيل الأساسية فلو ما لقتوش ما تلحقش بسرعة تعمل حكاية مفيش أي حكاية لا صعبة ولا مشكلة مع الكابتن حسن